تزوج الشاب من فتاة صالحة وبعد عام رزقهم الله بطفل جميل كان قرة عين لهما وظلت أمه تحسن تربيته على الأخلاق الكريمة وتقوم بتحفيظه ما تيسر من القرآن حتى توفيت وعمر ابنها خمس سنوات فحزن الأب كثيرا وبعد أشهر تزوج من ابنة خالته والتي وعدته بأنها ستكون أما حنونة لابنه وذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة مرت على يده حسنة وبالفعل تعلقت بالطفل كثيرا وكانت تحبه وتقضي له كل ما يطلبه خاصة بعدما تأخر حملها وشعرت أنها ربما لا تنجب ولكن بسبب عطفها على ابن زوجها يتيم الأم استجاب الله لدعائها عندما علمت من الطبيبة أنها حامل في شهرها الثالث وكانت فرحة الزوج كبيرة بعد ذلك الحمل حيث حقق الله رجاءه بقدوم طفل آخر تسعد به زوجته ويكون أخا وسندا لأخيه وبعد أيام من معرفة الزوجة بحملها حدث تغير مفاجئ في تصرفاتها حيث بدأت تهمل الطفل وكل ما اقترب منها أبعدته خوفا على حملها ثم بدأت تراه منافسا لابنها وسوف يحرمه الكثير من حقوقه ونسيت كلامها لأبيه قبل زواجها عن جزاء كافل اليتيم وبدأت تعامل الطفل معاملة سيئة وتتركه بلا طعام حتى يعود والده من العمل حتى أصبح الطفل هزيلا حزينا وعندما شعر الأب بضعف وحزن ابنه عاتب زوجته على إهمالها له ففجأ بها تقول له أنا في الشهر السابع وبعد شهرين سوف يأتي ولدي الذي انتظرته كثيرا ولن أستطيع خدمة ابنك مع رعاية ولدي فإما أن ترسله لأحد من أقاربك أو ترسله إلى دار الأيتام فوجوده سوف يرهق لي ويضر بطفلي شعر الأب بحزن شديد خاصة بعدما شاهد ابنه يبتعد عن زوجته ولا يحبها وهو الذي كان متعلقا بها ولا يستطيع فراقها وحتى لا يتصرف تصرفا يندم عليه فيما بعد قرر إرسال ابنه إلى بيت أخته حتى تلت زوجته وحتى تعود الابتسامة لابنه بين أخته وأولادها وقبل الولادة بشهر شعرت الزوجة بآلام شديدة فأسرعت مع زوجها إلى الطبيبة التي أخبرت الزوجة أن تغيرا كبيرا حدث للجنين ولا بد من الولادة الآن وأن هناك احتمالا كبيرا لوفاته وبالفعل لم تستطع الطبيبة إنقاذ الجنين وأصيبت الأم بحزن شديد خاصة بعدما علمت أنها لن تستطيع الحمل مرة أخرى إلا بعد فترة علاج طويلة فأوصاها الزوج بالرضى بقدر الله فقالت له وهي تبكي أخبرني الأطباء بعد زواجنا بعام أنني ربما لا أنجب ولكن الله رزقني بالحمل بسبب حسن معاملتي ابنك وعندما أسأت معاملته وظلمته كثيرا عقبني الله والآن ليس لي إلا ابنك الذي أشتاق إليه كثيرا لأعوضه عن كل تحاملي عليه خلال الأشهر الماضية وسوف أبذل كل جهد لأسترد حبه لي مرة أخرى فقال لها الزوج كلامك صحيح لأن الإنسان إذا أحسن مع الله فإن الله يتولاه ويرعاه ويسر أموره وقد قال في محكم كتابه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سيدة توفي زوجها وكان زوجا صالحا وكان لديها منه ابن صالح حافظ للقرآن بار بها وكان يقوم الليل منذ صغره هذه السيدة كانت ترى لقريباتها أبناء ليسوا بمستوى ابنها فكانت تلومهم على تقصيرهم وتهاونهم مع ابنائهم رغم أنهم لم يكونوا سيئين ولكنها كانت في نفسها تقارنهم بابنها فكانت تتباهى بذكائها وحسن تربية ابنها ولا تنسب الفضل لله وتقول في نفسها بفخر أنا ربيت ابني هكذا ووالده متوف منذ صغره وهؤلاء معهم أزواجهم ولم يستطيعوا تربية أبنائهم مثلي مرت أشهر قليلة وفجأة انتكس ابن السيدة الشاب دون مقدمات لم يترك الصلاة في المسجد فقط بل تركها نهائيا وأصبح يرافق صحبة سيئة ثم اكتشفت أنه أدمن نوعا من الأقراص وظلت لعامين تنصحه وتوجهه وتستعين بأعمامه لنصحه دون جدوى وعرفت لأول مرة ما كانت تلك الأمهات يعنينه حين كان يقسمن لها أنهن حاولن ويحاولن مع أبنائهن دون جدوى رغم أن أبنائهن لم يصلوا لما وصل له ابنها من انحرافه انكسرت نفس السيدة وأصبحت تخجل من رؤية من كانت تنتقص أبنائهن بنظراتها بعدما وصلت سمعة ابنها السيئة للجميع وعلمت أن الله يعلمها ويؤدبها خاصة بعدما قرأت في قرآنه الكريم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فاستغفرت ربها وظلت لمدة عام تدعو الله بالبكاء أن يصلح لها ابنها ولما انكسر تماما ما كان في نفسها من عجب بتربية ابنها ومن لوم للأخريات لتقصيرهن وعلمت أنها لا شيء وإنما كانت رحمة الله وإرادته ثم دعوة والده الصالح له قبل وفاته هي سبب صلاح ابنها وأنها كانت مجرد سبب عندما وصلت هذه المرحلة من التعلق التام برحمة الله والتخلص من كل تعلق بنفسها وبتربيتها دخل عليها ولدها ذات ليلة وهي تدعو الله وتبكي فقبل رأسها واحتضنها وقال لها لقد تبت إلى الله ارضي عني يا أمي ليرضى الله عني ثم ذهب بها إلى مكة للحج ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها تزوج رجل صالح بزوجة صالحة كانا رغم فقرهما يراقبان الله في كل دقيقة ويعمل كل منهما على قدر استطاعته لإرضاء خالقهما ويدعوانه في كل لحظة وفي كل صلاة وفي كل سجدة أن يرضى عنهما بعد عام من الزواج رزق الزوجان بطفلة جميلة وبعد أربع سنوات رزق بطفل جميل أيضا وأثناء صلاة الأبي داخل المسجد توفي وهو ساجد وبعده بشهور قليلة توفيت الأم على مصلاها أيضا وتركت طفلتها التي تبلغ من العمر خمسة أعوام وطفلها الذي لم يكمل عامه الأول في رعاية الله وحده أخذ العم شقيق الوالد الطفلين ليشرف على تربيتهما ورعايتهما حيث أن الطفلين لم يكن لديهما قريب غيره ولكن زوجة العم لم تتحمل عبء الرعاية والتربية والمسؤولية وطلبت من زوجها الطلاق أو إبعاد أبناء أخيه عنها وعن أبنائها فوقف الزوج في حيرة من أمره ولم يستطع إقناع زوجته بالعدول عن طلبها ومع إصرارها قرر العم الإبقاء على زوجته والتخلص من أبناء أخيه ولخوفه من عتاب ولوم الناس له لتفريطه في أبناء أخيه إذا ما طردهم من بيته هداه تفكيره الشيطاني إلى حمل أطفال أخيه ومضعهما أحياء داخل مقبرة العائلة التي يرقد فيها جثمان أمهما وأبيهما ثم أغلق المقبرة عليهما ولكن القدرة الإلهية وعمل أخيه الصالح وزوجته جعلته لا ينتبه إلى فتحة صغيرة تركها في غفلة منه فكانت تلك الفجوة المتروكة سهوا هي الحياة للطفلين ومصدر الهواء والتنفس لهما ومضت أربعة أيام قبل أن يكتشف أحد أمرهما حتى قدمت جنازة في مقبرة مجاورة وبعد انتهاء مراسم الدفن سمع الناس أصوات أطفال يتحدثون ويلهون فظلوا يبحثون عن مصدر الصوت حتى وجدوا الطفلين في القبر فأخرجوهما وتولت الجهات المسؤولة العناية بهما ثم تم القبض على العم المجرم وسألوه عن سبب جريمته ولماذا لم يضعهما بملجأ للأيتام فلم يجب ثم سألوا الطفلة كيف عاشت مع أخيها أربعة أيام دون طعام أو شراب فتحدثت الطفلة بكلام يحرك القلوب ويسر في العروق ويجمد الدم حين قالت كانت هناك شجرة مثمرة من جميع أنواع الفاكهة وكنت أقطف منها حين أجوع ظل الحاضرون يرددون الشهادة والتسبيح لأوقات طويلة ويقولون هذه قدرة الرحمن ومعجزاته وعظمته بفضل تقوى الوالدين أرسل جنوده وملائكته إلى القبر لإنقاذ أرواح بريئة لا تعرف الشر وتقدمت أكثر من خمسين عائلة لأخذ هذين الطفلين للاعتناء بهما وتربيتهم أفضل تربية فقبل الحكم عليه بالسجن قام بتطليق زوجته وأخبر الجميع أنها من أشارت عليه بطرد أبناء أخيه فنبذها الجميع حتى أهلها ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام